وصلت شركة مطاحن مصر الوسطى التابعة لوزارة التموين بمحافظة بنسويف وصلت استقبال محصول القمح من المزارعين والموردين داخل مجمع صوامع بوهلر التابعة لها ويسادف مجمع صوامع استقبال القمح من المزارعين هذا العام وتوريد 40 ألف طن خلال الموسم الجاري مقارنة بنحو 26 ألف ومائتين طن قمح تم استلامها في المجمع العام الماضي حيث يتم استقبال ما يقرب من 150 إلى 300 مزارع يوميا كميات الأمح الموردة هذا العام بالنسبة لي أكثر من العام السابق بالنسبة تتجاوز 25% دعا المستوى محافظة أربعة على فكرة بالنسبة لي حسن معاملة جمهور المزارعين واستقبالهم وصرف مستحقتهم المالية في مدة لا تتجاوز 48 ساعة كل الحياة دي مخلية فيه إقبال من المزارعين شركة مطاع المصر الوسطى بها الصومعة للتخزين تسح حوالي 30 ألف طن إحنا زي ما أنت شايف طبعا فيه إقبال شديد جدا من المزارعين على توريد الأمح نظرا للتسهيلات اللي بتعديمها الدولة للمزارعين مستلمين لحد النهارة داخل محافظة حوالي 155 ألف طن المستهدف بتاعنا 230 ألف طن إن شاء الله إحنا وصلنا لحوالي 70% منه من المتوقع إن شاء الله أنحنا هنصل للمستهدف بتاعنا بنهاية الشهر الجاري المحافظة جهازة ساعات تخزينية بتصل من 250 ألف طن إلى 300 ألف طن موزع على جميع أجزاء مركز المحافظة من الوسطى شمانا حتى مركز الفشن في الجنوب كل التسهيلات موجودة من قبل الحكومة ومن قبل مطاح المصر الوسطى وكل الناس مرتاحة والفلاحين مرتاحين وبإذن الله المحصول زاد والكمية 100 مية بسم الله ما شاء الله يتجوى السنة حلوة حسن من السنة اللي فات لإنتاج الأمح وسعر أردب الأمح زاد كتير عن السنة اللي فاتت